مرة تانية خلانا نتقل إلى الأردن يمكن في مشكلة كبيرة وهي ظاهرة الشغب في الملاعب الأردنية وسط يمكن مخاوف من تزايدها مرسلنا في الأردن ليث الجبوري بيرسد لنا أسباب هذه الظاهرة وتماديها في الملاعب الأردنية خلانا نشوف العنف والشغب ظاهرة أخذت تتزايد في الوسط الرياضي وتحديدا في ملاعب كرة القدم الأردنية شغب الملاعب يؤدي إلى أضرار بالغة في المنشآة والروح الرياضية ويعزو خبراء الظاهرة إلى غياب منظومة متكاملة تضبط القطاع الرياضي تبدأ من القوانين والتعليمات وتمر بالأندية واللاعبين ومن ثم الجمهور العقوبات ليست رادعة بحاجة إلى أن يكون هناك عقوبات صارمة من قبل الاتحاد الأدن لكرة القدم من الأسف الاتحاد عندما يصدر العقوبات يعود بعد فترة ويسقط هذه العقوبات تتيجة الوسط والتدخلات الخارجية للأسف من يطالب أن تكون ملاعبنا آمنة هو من يعود ويسقط العقوبات ويتدخل لإسقاط هذه العقوبات عن المعاقبين العنف اللفظي كثيرا ما يتطور إلى عنف جسدي وهو ما حدث عقب انتهاء مباراة الرمثة وشباب الأردن التي أقيمت على الساد الحسن في مدينة إربت شمال المملكة ضمن الجولة السابعة عشر من دور المحترفين اللجنة التأذيبية بالاتحاد الأردني لكرة القدم فرضت على نادي الرمثة غرامة قدرت بواحد وعشرين ألف دينار بعد خلع مقاعد المدرجات وإلقائها على أرضية الملعب وعلى حكم المباراة وامتداد أعمال الشغب إلى خارج الملعب ظاهر خطيرة دقناقوس الكرة الأردنية أعمال الشغب قد تمتد في الأسبوع القادمة وهذا مؤشر خطير جدا أعتقد بأن المسؤولية تقع مشتركة على اتحاد كرة القدم والجهات الأمنية عدم التنسيق المسبق قبل أن يتفاقم موضوع الشغب ويتم قتل الكرة الأردنية في وضح النهار تعددوا مظاهر العنف والشغب وتغيروا طبيعته لتتجاوز حدود الملاعب الرياضية مسألة لا ينبغي السكوت عنها كما يقول المهتمون بالشأن الرياضي شغب الملاعب طنبلة موقوتة تنفجر باستمرار في وجه من يدير ظهره ويغمض عينه عن قراءة أسبابه ونتائج ما يدري في الملاعب ملاعب حولها البعض إلى مكان للتنفيس عن الغضب رغم أنها في الأساس ميدان للمنافسة الشريفة التي تحكمها الروح الرياضية ليث جمور التلفزيون العربي عمّا سيدة قدوري الحقيقة هي ظاهرة للأسف شديد أننا نتناقش فيها عدد من المرات في البرنامج ومتنوعة مرة تكون في المغرب مرة تكون في مصر مرة تكون في العديد من تونس في بعض الأواد والنهاردة في الأردن من الواضح أنها ظاهرة عمّة في الملاعب العربية وليس فقط في الملاعب الأردنية بالتأكيد وطبعا تشبل وعرفتها الكثير من البطولات العربية أولا العنف الملاعب أو العنف بصفة عامّة لا يمكن أن ننظر إليه بمنأة المجتمع فهو جزء من المجتمع من يحضر في الألاف التي تحضر مدرجة الملاعب هي أصلا جزء من المجتمع تأتي لبدل من التنفيس على أنفسها طبعا تأتي لتعبر عن غضبها غليان الاجتماعي تعكسه في مدرجات الملاعب هي ظاهرة مؤسفة جدا طبعا كثير ما يذهب ضحيتها الناس أبرياء فساد في الممتلكات أصلا ممتلكات الأندية ممتلكات هؤلاء الجماهير سورة موسيئة أصلا لسمعة البطولة أي كانت سواء في الأردن أو في الجزائر أو في تونس أو غيرها ولكن نعتقد أن كما جاء في التقرير أن القوانين الأحيان لا تطبق كما يجب يعني عندما تفرض غرامة أو عندما تفرض على النادي عقوبات موعينة يكون هناك تدخل من أعلى وطبعا تلغى هذه العقوبات وبالتالي فتتكرر هذه الظاهرة الدور الإنجليزي مر بهذه الظاهرة مر بأسوأ منها كان فيه ضحايا كثير ولكن السلطات وضعت طبعا مخطط السلطات وحرمان الأندية الإنجليزية من المشاركة في البطلات الأوروبية لمدة خمس سنين في الحادثة الشهيرة في 1985 أعتقد مع ليوفي أعتقد كان قرار قوي جدا على كل الأندية الإنجليزية فبالتالي كل الجماهير احترمت القوانين والتزمت بها قوانين سارمة والالتزام بها النادي الآن في أوروبا بسفعامة والدور الإنجليزي مدام موجودين هنا في الدور الإنجليزي هو أن أي شخص أي مشجع قام بحركة عنصرية أو عدوانية فإن النادي واقبه كما حدث في وسطها مثلا فيه تصرفات عنصرية كانت نتيجة كانت العقوبة لهذا المشجع كان أعتقد واحد واثنين هذا الموسم فقط عقوبة على مدى الحياة المنع وبالتالي هذه العقوبات يجب أن تكون صارمة في البطلات العربية ويجب أن تطبق لأن المشجع عندما يدرك بأنه سيمنع إلى الأبد من دخول الملعب فإن الملعب سيكون أهدأ مكان بدون هؤلاء المشجعين طيب خلينا نروح بما أننا نتكلم عن الأردن والأزمة في الملعب الأردنية خلينا نروح للناقد الرياضي مفيد حسونة والناطق السابق بالناطق الإعلامي للأتحاد الأردني أستاذ مفيد الحقيقة نحن نتكلم عن الأزمة مش بس في الأردن عشان الأمر ما اتخذش أن نحن نتكلم عن الأردن فقط إنما هي ظاهرة عامة في الملعب العربية نحن نأخذها طبعا في الملعب الأردنية يعني الأستاذ قدول بتكلم على أسباب معينة في مشاكل اجتماعية هل أنت شايف برضو أن المشاكل الاجتماعية أو الاقتصادية أو غيرها من المشاكل ممكن تأثر على مودة أو تسامح الجماهير في الملعب الأردنية مساء الخير كابتن نادر والضيف الكريم بالتأكيد يعني إحنا كنا للدول العربية حتى اجتماعيا في عنا عدد تقاليد تجمعنا بكل شيء والعقيدة تجمعنا ففي عوان مشتركة بين كل وطن عربي بالنسبة للأردن التحديد أن يمكن فيه عنا شوية نفس يختلف نسبيا إحنا أحيانا أولا يعني بديش أفاجأك في الموضوع أن أقول لك إحنا في الأردن ما عنا شغب بالمعنى المطلق يعني فضل الله الحمد لله لا عنا جرحة ولا عنا قتلى ولا عنا ولا شيء عنا شيء بصيبه متلكات يعني إحنا ندلل مباراة مطار البحث الآن حسب تقرير زميل ليث إنه مباراة شباب الأردن والرمتا بس أعطيك معلومة مباراة الرمتا شباب الأردن اللي صار فيها شغب وكل تكسير وتحجيم الشباب الأردن ما إلى جمهور أصلا يعني كل جمهور ندل رمتا غضب على دارة ناديه وعلى عيبته أنه خسر المباراة وخسر المباسعة الدوري فتصور أنه يعني ردك الفعل أنه فريق من أخذش دوري مع أنه مثلا 30 سنة ما أخذ دوري فردات الفعل هاي يعني تيجي بكل تأكيد عواملها شوي مختلفة نسبيا إحنا عنا في الأردن ثلاثة أنديه فقط فيها قاعدة جماهرية وبتأثر بشكل عام أرجع لحضرتك لحظة واحدة برضو أخذ رأيي أستاذ قدور في الأمر يعني هو بيتكلم على شباب الأردن أنه ما عندهش جمهور أو تعريف معنى الشغب بشكل عام أستاذ قدور هل أنت شايف تعريف معنى الشغب هو يعني طبعا ما نتمنى أبدا أن يحصل فيه قتل أو ضحايا أو غيره إنما الخروج عن الإطار العام هو أعتقد نوع من أن نوع الشغب الشغب هو الخروج عن الروح الرياضية باختصار يعني هو عندما يذهب المشجع لمشاهدة مباراة والاستمتاع بها فيخرج عن هذا الإطار ويحدث اشتباك إما بين صنفي المشجعي الفريقين أو بين كما حدث الآن لمشجعي الرمضة مثلا غضب عن نتائج فريقهم فله أشكال متنوعة ولكنها أشكال جميعها مرفوضة المفروض تكون مرفوضة سواء داخل الملعب أو خارجه أكيد طيب يعني سيد مفيد إحنا مش بنتكلم عن الأمر بالنسبة زي ما ذكرت وقلت إحنا بنتناقش في القضية بشكل عام وليس فقط في الأردن يعني وزي ما ذكرت وقلت حضرتك في بداية كلامك إن إحنا الشعوب العربية بتربطنا ثقافة واحدة فيها إيجابياتها وفي بعض الأوقات فيها سربياتها إنما أنت شاف أسباب الظاهرة وحولونها إيه والحل بكل تأكيد إحنا بالدرجة للأردن إحنا للأردن يعني منظومة قرة قدم هي مجتمع تتحمل مسؤولية ما يحدث سواء الاتحاد والأندية والجمهور والإعلام بركز على نقطة الإعلام ما عنا دور تتقيف يعني إحنا مثلا إتحاد الأردن كرة قدم بنظم أربعمائة خمسمائة دورة للمدربين بس ما بنظم للجمهور للإداريين حتى موضوع الأمن كيف تعالج القضايا اللي بصير الشغب في الملاعب كيف معالجتها أيضا اليوم هذا أصبح تخصص اليوم نحكي عن منظومة الاحتراف لكن ما فيه نضوج إلا بطريق التعامل لا اللاعب بيعرف التعامل مع الجمهور مباشرة ولا الإعلامي بيعرف يدير موضوع أنه كيف يعمل الاحتقال الموجود عند الجمهور كيف يقدر ينفسه وكيف يقدر يعالجه وكيف يقدر هاي فمنظومة كرة قدم مجتمع هي مسؤولة مسؤولية مشتركة عن موضوع ما يحدث الأندية عندنا مع احترام وتقديرنا لكل إدارات الأندية يعني اليوم إحنا ممكن تعرفوا أنه فيه بكل نادي مفروضة في كل اتحاد مسؤول أمني إحنا ما عنا بالأندية الأردنية مسؤول أمني روابط مشرجعين ما عنا بالمفهوم المطلق روابط مشرجعين مسؤولة الأندية حتى الألتراس حتى يعني ما في عنا تنظيم رسمي لقيادة الجماهير لمصطرحات تكون بعيدة عن شغب الملاعب وآثارة الفتن والهتفات بديش أسميها العنصرية فيه هتفات مختلفة بكل الشعوب العربية حسب البيع أو حسب المكان أو حسب الخصصية كل دولة لكن بالشكل العام أنا بحكي لك بالأردن لم نصل لمرحلة النضوج في التعامل لا مع الجمهور لا بحالات الشغبة وبحالات الهدوء لأنه زي ما حكيت لك عنا نواقص كبيرة بكل قدم أردنية احنا الشغب الموجودة عنا في الملاعب بجوز 30 سنة الاتحاد أردن يصدر بيانات لأندي تصدر بيانات والإعلام يصدر بيانات لكن علاج حتى الآن معنا علاج لا نشوف شو الظاهرة يعني دايما بنتكلم في الأمور الشغب في البلد العربية أن المشاكل الاقتصادية الضغوط الاجتماعية عدم الوعي إنما أعتقد فيه حل وهو الحل الأمثل زي ما ذكر أستاذ قدور هو القانون وتفعيل القانون على الجميع هو الحل الأفضل بالنسبة للجميع سواء كان فيه تحضر في التعامل أو عدم التحضر في التعامل والله يا كابتن نادر إحنا بالأردن الدور الأردني أكتر دوري في الوطن العربي ديش حكي لك في العالم بيسوي مباراة بدون جمهور هاي عقوبات مع أن هاي عقوبة يعني على الأرض الواقع ما عالجت قضية الشغب تخيل مباراة قطبين من كرة الأردنية الفيس والنحلات السواء بدون جمهور عقاب لأحدى ناديين إحنا منعاقب نادي عشان جمهور منعاقب ناديين بيكباريين في نفس المباراة نطلع نظرة العقوبات المالية أكثر من عقوبات اللي فعلا بتعالج قضية مهمة جدا بتهم بتمس كل المجتمع الأردني زي كل المجتمعات العربية فالعقوبات المالية عمرا ما عالجت أي قضية لأن الجمهور لما يسوي شغب أو يسوي حالات زي التكسير والتحطيم المنطلقات النادي يتعاقب فيها ماديين الجمهور بيخير بروع بيتي وبرجع تاني يوم بسوي نفس القصة فعلى ذلك نحن في الأردن أنا بحكي خصوصية الأردن نفتقد حتى اليوم لوجود علاج جدري لموضوع الشغب ما في ندوات ما في مؤتمرات ما في دراسة ما عمرا طلعنا بحل جدري كلها اجتهادات شخصية وإضافة زي ما حكى بالتقرير بعض الزملاء أنه فعلا في عقوبات بتتنفذ بعد فترة بتلتغى في ممكن بصير لوجهة نظر لوجهة التعديبية وجهة نظر أخرى بعرض وبعضهم حيانا بالقرارات فهذه القرارات بكل بالمحصلة للأنظمة والتشريعات الموجودة عندنا في الارتحاد الأردني على أرض الواقع لم تعالج قضية شغب قطعيا العلاج الشغب ما بتم بالعقوبات المالية ولا بتم بحرمان جمهور اليوم أنا ما بشوف الدولة في العالم عندها حرمان جمهور مباريات حضر مباريات قد ما بصير بالأردن خاصة نهاية التحكيم طبعا بكل تأكيد جانب الإعلام زي ما حكيت الجانب الكبير والهم الكبير بحيطنا من كل وطن عربي له مواقع التواصل الاجتماع بكل أحوال لأنه منشوف جمهور الأندية مع بعضها خاصة قبل مباريات الديربيات أو مباريات أقبال الجمهور الكبير ببلشوا مناكفات بيجوا على الملعب جاهزين لكل أنواع الشغب فهذه الأمور كلها بحتاج إلى دراسة وحتاج إلى وعي وإدراك ومسؤولية مشتركة لكن على الاتحاد والأندية أولا والأهم الأبرز والإعلام له دور كبير اليوم الإعلام ما عاد له دور بقدر ما هو بمشي بأمور التسويقية والتجارية بهمه أنه هاي قاعدة جمهور الأفريقين يمشي أحساب هذا وحساب هيك هذا بموجهة نظر بشكل عام حتى العام تجري طيب أستاذ مفود أرجع لكتاني بس عايزة أخد رأيك أستاذ قدور في يعني أنت متابع ومتابع جاهد لدور الإنجليزي يعني إحنا زي ما ذكروا أستاذ مفيد بيقول أن التواصل الاجتماعي بيحصل فيه منافسة وتناحر ما بين الجماهير إنما بيحصل الكلام ده برضو عشان الناس ما تعتقدش أن الكلام ده بيحصلش فيه الملعب الأوروبية بسي لها حدود يعني لها حدود معين إزاي بتتم وضع حدود هنا وما بيكونش في حدود هناك الأستاذ حسونة قال شيء مهم هو أنه اللوم لا يجب أن يكون دائما على المشجعين فيه دور كبير لوسائل الإعلام دور كبير للمنظمين الدور الإنجليزي كيف كان وكيف أصبح الآن شيء يعني لا يصدخ خرافي الآن تصور أنه الآن مثلا في ملعب أنفل في المدرج الجديد فيه مسلة يعني هل من كان يتوقع أنه الأنفل أو المشجعين الإنجليز الذين كانوا معروفين بالشغب الآن فيه مسلة في المدرج الجديد في ملعب وستهام في الملعب الأولمبي فيه مسلة تصور أنه هذه القفزة الكبيرة في ترتيب في تنظيم المباراة بالنسبة للمشجعين يعني فيه عرس يعني سنوات ونغطي الدور الإنجليزي سواء مساء بليلة الإثنين يوم السبت يوم الأحد لم أشاهد ولا مرة تعارق بين المشجعين الفريقين تصور حتى ليفربول واليونيتد أو سيتي والمان يونيتد لأنه الآن فيه تقليد أسست له الرابطة رابطة الأندية الإنجليزية بالعمل عمل كبير مع مختلف الأندية لمدة سنوات ووسائل العلام غير ذلك فأصبح فيه وعي كبير لدى المشجعين والنتيجة كما نرى الآن يعني عرس كراوي حقيقي طيب يعني أخذ من كلام أستاذ قدر أسألك بردو أستاذ مفيد هل إزاي نقدر نوصل في الملاعب العربية بنفس الفكر ونفس الالتزام من الجماهير يعني زي ما نكلم على تقربة الدولة الإنجليزية مثلا نعم بكل تأكيد هذا دور مشترك من كل منظومة قدر دور مشترك حتى من الحكومات ومن الشعوب بنفس الوقت إحنا كلنا حضرنا مباريات في أوروبا حضرنا كأس عالم الناس بتروح تحضر مباراة يوم عطلة يوم متعة يوم للمتعة بيكون يوم للعائلة يوم بيكون يوم كتير حلو كتير إحنا لا عمروا عن المباريات فريقين بتنافسوا بيكون كل واحد حامل معاه شغلات بتنفر الفريق الآخر بس شغلة مناكفات هذا الحكي بدنا وعي اجتماعي كامل مسؤول عنه الدولة بشكل عام الدول برضو مسؤول على الوعي كام الإعلام الجانب كبير لما احنا اليوم منشوف كيف تبرز دور إن الواحد كيف رايح على المباراة رايح يعني يدخل على الملعب في مطعم في قاعدة في حديقة قبل مباراة أربع ساعات احنا لا مروع المباراة بس نتنافس ونقصر مشاكل ونقصر بواب ونقصر شبابيك يعني أنا بس بدي أحكي مباراة قبل كم يوم بالدورة الإنجليزية الجمهور نزل للملعب ما شفنا للتحال الإنجليزي الثاني يوم قال لك يلا احرم من الدنيا لا سوى تحقيقات مع الأمن المسؤول على الملعب سوى دائرة كان لأنه بديش نحمل الاتحادات العربية الحالة لازم نكون نحن كنا مسؤولين نكون مشتركين لنوعي الناس نتروح المباراة تروح يوم للعائلة يوم للمتعة يعني يوم يوم الستناء يكون حتى بالدول العربية دورياتنا يصير جمعة وسبت بأيام العطل يعني نحن أغلب الدول العربية مشينا مع أوروبا بالعطل جمعة وسبت وحتى في دول عربية يوم لا حد عطلة فلذلك لكن لازم هذا دورنا كإعلام ودور المجتمع ودور المواقع الفواصل الاجتماعي ودورنا كل واحد عنده خير لبلده أنه يحاول يوقع الجمهور وكل اتحدات تدرس موضوع شغب الملاعب كيف يقوم يقوم بالجمهور يقوم بالمكافات يقوم بالحوافظ يقوم بالشغلات حلوة يروح على المباراة يحس حاله يوم عطلة للعيلة مبارياتنا في الملاعب العربية العنصر نساوي أنه ما بتواجد لأنه ما بيجع المباراة بقول مزيفة فيه اتفاك موسيقى فيه كذلك أستاذ مفيد حسونة أشكرك شكرا جزيلا على التوضيح يمكن بتكلم على نقطة مهمة جدا أستاذ قدور في مسألة الاستمتاع في الملاعب برضو أنا كلنا حضرنا مباريات في البلد العربية كلها وأدي إحنا بنعاني أين كان إحنا مين أو فين حتى لو أنت عندك علاقة طيبة بالجميع إنما بتعاني عشان توصل لملعب المباراة وإنك أنت تعطت فرق على المباراة ما دي برضو لها تأثير يعني البنة التحتية والمواصلات وغيرها برضو فيها مشكلة يمكن أنت حضرنا ذكرت وقلت الدور الإنجليزي أنت ممكن قبل المباراة بربع ساعة بتروح للاستاذ بتدخل بمتاح السهولة طبعا الآفة التي نعاني منها أن مجتمعاتنا مع الأسف المجتمعات العربية ناقصة كثير بالنواعي هذه النواعي التنظيمية ليس فقط في كورت القدم وإنما المسؤول ليس الجماهير يعني ليس الجماهير ما نقدرش أن نحن نحط على الجماهير لو في مجموعة من الجماهير بيعانوا أنهم يدخلوا وممكن في بعض الأوقات يحصل في بعض الإهانات لهم وبعدين فردود الأفعال بتبقى سأل بها داخل الملعب بالتأكيد ليس الذنب على الجماهير عندما تضع المشجع في ظروف نفسية صعبة جدا يعطيك مثال مثلا في بعض مباراة المنتخب الوطني الجزائري المشجع إذا بالملعب من الساعة الثامنة صباحا والمباراة الساعة الثامنة مساء تتصور مش بس في الجزائر يعني في مصر وغيرها وتونس وغيرها من البلد أنت أساسا بتقفل قبل الماتش باربعة ساعة طب يعني أنا لي خلينا نروح أبنى الماتش بس في الساعة ما هو هذا هو المشكل لأنه لأسباب أمنية أوكي فيها أسباب أمنية ولكن أين ظروف الظروف الراحة للمشجع حتى لما تنطلق المباراة بعد عشر ساعات انتظر على المدرجات يكون مرتاح نفسيا فيشاهد المباراة فالطامة الكبرى أنه يدخل الساعة الثامنة صباحا ليس هناك مطاعم عزكم الله ليس فيه مراحل ليس فيه أسباب راحة قلت إذا كان في أنفيل موصلة في الملعب هذه ربما لا توجد يعني فكل هذه الظروف تلعب دور في إجراء مباراة في ظروف طيبة في ظروف يكون فيها المشجع يشعر بالراحة حتى وصله للملعب يعني في مواصلات صعبة جدا حصول على تذاكر طريقة بيع التذاكر وأيضا طبعا لا ننسى أنه على أرضية الملعب فيه حكام طبعا ليسوا في المستوى فالحكام يقعون في أخطاء كثيرة هذه الأخطاء تؤثر على والأخطاء ممكن تكون معصودة في بعض الأوات أو غير معصودة وهذا تدخل فيه مشكلة أخرى وهي طبعا لا ننسى البيع وشراء المباراة وهي طبعا يعني أعتقد أن الظاهرة مش بس سببها عدم الوعي وعدم الثقافة إنما فيه أسباب كثيرة جدا ليجب النظر لها إحنا دايما وأبدا زي ما بقول إن إحنا بنتناقش في الظاهرة لمعالجة الظاهرة مش بس في الملعب الوردنية إنما في كل ملعب